في هذه الليلة المباركة أتمنى توفق للجميع إن شاء الله موفقون في المسيرة المهنية وفي الحياة بصفة عمى وشكراً وأعتبر منك أختي حوليا فقد خذت اللاقة لكي ألقى التحية وأرحب الحضور الكريم وأشكر الأستاذ المحاضر العرض الليلة وأيضاً أرحب بس أبو أعدم راه دخلوا القناة شديد ليه بلاصر فقط أبو أقع سنسي أبو أعدم سنبتل بلاصر وأيضاً شكرك أستاذ حرية على المجهودات وستير جبار أيضاً وجميع من وعلكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى سلام الله عليكم أيها الحضور كريم تحية تربوية مع ترف تنبعث من أرجاء الغرفة الصوتية التربوية التي تتشرف اليوم باستضافة الأستاذ القدير السيد عبد الرحمن تومي طبعاً غني عن التعريف يمكن أن أختصر من مشواره المهن فأقول أنه مفتش تربوي وباحث ومؤلف في الديباكتيك والبيداروجيا أحد أستاذتنا الكرام الذين لا يبخلون عن العطاء المستمر من عدة مواقع أبل يوم إلا أن يساهم في تأثير وتوجيه السادة الأساتدة خصوصاً مع استعداداتهم للاستحقاقات المهمية المقبلة موضوع العرض طبعاً مفيد لكل ممارس في الميدان التربوي وهو ماثل أمامكم المداخلة متعلقة بكيفية تدبير درس في الرياضيات في جزء الأول سنرى الجانب المدري وفي الجزء الثاني إن شاء الله سيكون تخطيط الإجرائي بمثال إجرائي متعلق بمادة الرياضية طبعاً تعلمون لماذا لهذا المكون من أهمية في المراحل الدراسية المختلفة لانتباطه الوظيفي بمجالات المعرفة المتنوعة فالحاجة ملحة اليوم لإعادة النظر في الممارسات البيداروجية والديباكتيكية لتقديم المحتوى الرياضياتي واعتماد استراتيجيات جديدة تنمي لدى المتعلم التفكير التحليلي والاستبلالي لتوظيفه في المواقف الحياتية التي تصادفه إذن لن أطيل سأترك لمحاضرنا اليوم طبعاً مزيد من شرحه وكما العادة مرحب باستفساراتكم وإضافاتكم في تواصل مباشر مع السيد المحاضر إما كتابة عبر الصبورة أمامكم أو بمداخلة صوتية في فترة المناقشة تفضل أستاذي الكريم بالضغط على اللاقة وأتمنى للجميع أنتية طيبة تعمها الفائدة والاستفادة أستاذي سيد برحمن يمكنك تجاهباً يمكنك الضغط على اللاقة ترجمة نانسي قنقر لأداء إن كان هناك إشكال في جانب الجحنية هناك إشكال ترجمة نانسي قسمي استبدونا إن كان يدعيك أي إشكال في الضغط على اللاقة لكن كمتاز يمكنك تخarbنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر كما أشكر الأساتذة والأستاذات الحاضرين والحاضرات في هذا اللقاء المبرمج في مجال الرياضيات إذن عنوان الدرس كما تلاحظون أو عنوان هذه الحصة التخطيط الإجرائي لدرس في الرياضيات وسوف أخصص هذه الحلقة للجزء الأول لأن هذه المداخلة تتضمن شقين الشق الأول سأتطرق فيه لجانب نظري حول مجموعة من النفاهين الأساسية المرتبطة بخطيط درس في الرياضيات وكذلك لجموعة من المراحل الأساسية والعناصر الأساسية لتخطيط درس في الرياضيات وسوف أخصص الجزء الثاني لتخطيط إجرائي لدرس في الرياضيات في الحصة المقبلة إذن سأبدأ بالبعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بدرس الرياضيات وأول مفهوم يتبادر للذهم عندما نتطرق لمجال الرياضيات هو مفهوم التدرج وقبل أن أبدأ في تعريف هذا الانفروض لا بد أن أشير إلى شيء أساسي وهو أن الاستعداد لمباراة قلوج مركز سكوين المفتشين أو الاستعداد كذلك لانتحانات المهنية نبغي أن يشمل ثلاثة جوانب أساسية أو ثلاثة أبعاد رئيسية البعد الأول وهو بعد معرفي معرفي محب خاصة بالنسبة لولوج مسلك تكوين المفتشين البعد الأول هو البعد المعرفي الذي يتمثل في المعارف الرياضياتية التي ينبغي أن يتحكم فيها الأستاذ في ارتباط بالمفاهيم المدرسة بالتعليم الابتدائي هذا شيء أساسي إذن كل مفهوم المفهوم إلا وينبغي التحكم فيه من الناحية المعرفية من جميع المفاهيم المدرسة بالتعليم الابتدائي وهذا التحكم ينبغي أن يتوسع حسب المجالات المعرفية المدرسة في التعليم الابتدائي وحتى في التعليم الإعدادي في بعض المرات حتى في التعليم الإعدادي ثم البعد الثاني وهو البعد البداغوجي وعندما نتحدث عن البعد البداغوجي فإنه بعد خاص بالعلاقة مدرس متعلم والتفاعلات الصفية والتواصل والتعاقد البداغوجي والمناخ الذي يتم فيه التعلم وذلك في علاقة مع مادة الرياضيات وخصوصياتها وهنا يمكن أن ندخل ما يسمى بالبداغوجيات الحديثة ندخل تقنيات التنشيط إلى آخره إذن هذه البداغوجيات لا معنى لها إذا لم تعتبر بعدا له أهمية في تدبير حصة أو درس في مادة الرياضيات وحتى في المواد الأخرى إذن عندما نقوم بالاستعداد لامتحان لا بد كذلك أن يعني نعالج أو كل ما يرتبط بهذه البداغوجيات وكيف يتطبيقها في نجال تدريس الرياضيات ثم البعد الثالث وهو بعد أساسي وهو البعد الديدكتيكي عندما نتحدث عن البعد الديدكتيكي فهو بعد مرتبط بتدريس المادة يعني كيف ندرس هذه المادة وكذلك حتى التفكير في بنيتها وتدرجها المنطقي ومنهجيات تدريس مفاهيمها يعني كل مفهوم ينبغي أن نعرف كيف يدرس وكيف يتدرج كيف يتدرج وكيف والتدرج يعني يدخل في هذا الإطار يعني في هذا البعد الديدكتيكي وكذلك مجال النقل المعرفة من المعرفة العالمة إلى المعرفة المعرفة القابلة للتدريس والمعرفة المدرسة والمعرفة المكتسبة إلى آخره إذن منهجيات تدريس المفاهيم الرياضياتية ومشاكل وصعوبات اكتساب هذه هذه المفاهيم أن كما لحظتم دائما تطرح أنشطة التقويل أنشطة للتقويل وكذلك يطلبون افتراض بعض الصعوبات التي يواجهها التي قد يواجهها المتعلمون وكذلك اقتراح بعض الأنشطة لمعالجة هذه الصعوبات إذن هذه أبعاد أساسية للاستعداد لمباراة ولوج مركز تقويل مفتشين وكذلك حتى ل الامتحانات المهنية إذن كانت هذه فقط إشارة أولى لما ينبغي أن نعرفه في هذا المجال وعندما نتحدث عن التدرج في الرياضيات فهو المفهوم يدخل في صميم البعد الديدكتيكي لمادة الرياضيات إذن في مجال الرياضيات لا بد من إدراز الروابط بين جوانب المعرفة الرياضياتية والنظرة إلى الرياضيات كبين معرفة متكامل يتدرج في مستوى دراسي معين إذن هناك تدرج ما يسمى بالتدرج الأفقي المحد عن تدرج الأفقي فهو تدرج في مستوى دراسي من بداية السنة إلى آخرها وكذلك تدرج عمودي يعني تدرج عبر المستويات الدراسية ويعد هذا التدرج والترابط بين مواضيع الرياضيات أمرا ملحا وأساسيا إذن لا بد من معرفة لا أحضر من في السنة الماضية كان الحديث عن موضوع التناسبية ولقد طرح سؤال حول التدرج هذا هذا المفهوم ما هي المكتسبات القبلية لهذا المفهوم ثم ما هي الامتدادات امتدادات هذا المفهوم حتى في الإعداد إذن كل هذا يدخله في إطار التدرج إذن هذا التدرج يعد هذا التدرج والترابط بين مواضيع الرياضيات أمرا ملحا وأساسيا وفي هذا السدد نجد سلام أحمد يدعو إلى ضرورة أن تتسم موضوعات الرياضيات بالترتيب الهرام حيث يصبح كل موضوع متطلب سابق وأساسي للذي يليه ويرقى عنه في الترتيب الهرام إذن هذا هو مفهوم التدرج في الرياضيات مفهوم آخر نتحدث عنه بشكل كبير في مجال تدريس الرياضيات وفي تدبير درس في الرياضيات هو ترييد ترييد الوضعيات ماذا نقصد بالترييد هناك من يفهم الترييد على أساس أنها كلمة جاءت من الرياضة من الرياضة ويقول بأن الترييد هو يفهم الترييد كشكل من التمر الرياضي الرياضي ولكن الترييد كلمة يمكن أن ترتبط بالرياضيات وليس بالرياضة بالرياضة ترييد بالفرنسية للماتيماتيزاسيو وهي مرتبطة بالوضعيات عندما نتحدث عن الترييد فإننا نتحدث دائما عن ترييد الوضعيات فيقصد بترييد الوضعيات تحويلها من سياق لغوي نصي إلى سياق رياضيات غير نصي والنص عندما نتحدث عن النص لا يكون دائما نصا لغويا يمكن أن يكون شكلا يمكن أن يكون رسما يمكن أن يكون مناولة مناولة لأن في المستويات الأولى في المستويات الدنيا لا نتحدث عن النصوص اللغوية بل نتحدث عن مناولات ولكن هذه المناولات تكون مرتبطة بالواقع الاجتماعي إذن طريق الوضعيات هو تحويلها من سياق لغوي نصي إلى سياق رياضيات غير نصي يتمثل في الأشكال والرسوم والمخططات البيانية وغير ذلك من التمثيلات الرياضياتية مما يساعد على تعرف وفهم وإدراك العلاقات الرياضياتية بين مجموعة من المناصر المشتتة في سياق نص الوضعية يعني بشكل عام تريد الوضعيات وتحويلها من نص من لغوية اجتماعية أو من مناولة اجتماعية إلى سياق رياضيات يمكن أن يتمثل في رسوم يمكن أن يتمثل في أشكال في مخططات في تمثيلات رياضياتية بشكل عام وهذا يساعد على فهم وإدراك العلاقات الرياضياتية بين مجموعة من العناصر تكون مشتتة في سياق نص الوضعية وبذلك فإن الترابط بين عناصر المحتوى الرياضيات وتمثيل هذه العناصر بصورة متعددة يلعبان دورا مهما في تشكيل المحتوى الرياضيات لذلك فإن دائما الطريد الوضعيات هو مرتبط بالبناء لا يمكن أن نتحدث عن البناء في الرياضيات بدون طريد للوضعيات ويلاحظوا أن عملية الطريد تهدف إلى عرض المحتوى الرياضيات اللغوي في شكل تمثيلات رمزية قد تكون مكتوبة أو مجسنة لأن الرياضيات تتميز بالتجريد وهي تمثيلات رمزية إذن لا بد أن نحول ما هو لغوي ما هو سياق نص اجتماعي إلى تمثيلات رياضياتية وتتخذتها كالتمثيلات أشكال المتعددة تشمل تمثيلات باستخدام الرموز أو التمثيل بياني بالأشكال المتلوعة والمنحنيات أو بالرسم كالأشكال الهندسية المجسامات والتمثيل الجدوالي يمكن أن نعبرها عن وضعيات ونمثلها في جدول ويمكن بشكل عام تلخص أهداف الطريد فيما يلم إذن تحويل الوضعية من لغة نصية محضة إلى لغة رياضياتية لأن دائما عندما نتحدث عن وضعية مشكلة نقول بأن الوضعية مشكلة دائما ينبغي أن تكون دالة ينبغي أن تكون مرتبطة بالمحيط المتعلن السياق اجتماعي إلى آخره ولكن البناء يتطلب أن نحول هذه الوضعية إلى لغة رياضياتية ثم كذلك من أهداف الطريد مساعدة المتعلمين على تنظيم أفكارهم وجعل الأفكار الرياضياتية محسوسة بشكل أكبر أنها تكون مشتتة في ذلك النص اللغوي وبطريدها فإنها تصبح لغة رياضياتية وبذلك تكون قابلة للفهم والاستيعاد ثم مساعدة المتعلمين على تنظيم أفكارهم وجعل الأفكار المحسوسة ومساعدتهم على تكوين تصور ذهني مجرد كل مفاهيم المحسوسة وهذا هو الأساس في الرياضيات لأن الرياضيات تتسم بالتجريد ولا بد من تحويل ما هو محسوس في سياق نسلغوي إلى تصور ذهني مجرد ثم كذلك مساعدة المتعلمين على تطوير فهم الأفكار الرياضياتية من خلال التمثيلات واستيهاب مختلف التمثيلات الرياضياتية وتوظيفها بشكل مناسب للوضعية من فضلكم إذا كانت هناك أسئلة فأطلب من الأخت حرية يعني أن لا تجيب عنها مباشرة بل تحتفظ بها إلى نهاية الحصة فسوف نخصص وقتاً للمناقشة والإجابة عن مختلف التساؤلات إذن بالنسبة لدائماً طريض الوضعيات دعت منظمة لصيد إلى ضرورة تعليم تعلم عملية الطريض واجعله لأن عملية الطريض ليست عملية يعني تأتي من تلقاء نفسها ولكنها استراتيجية ينبغي أن نعلمها للمتعلم فهي عملية لا بد من تعليمها وتعلمها ونصت هذه المنظمة على جعل الطريض هدفاً رئيساً ضمن أهداف الرياضية يعني عندما خاصة في الحصة الأولى طريض والبناء فلا بد أن نجعل من عمالة الطريض هدفاً كذلك للتعليم والتعلم والطريض حسب هذه المنظمة صيروناً من خمس مراحل المرحلة الأولى لانطلاق من وضعية مسألة نابعة من الواقع هذا هو الوضعية المشكلة إذن لا بد من الانطلاق في البداية من وضعية مشكلة نابعة من الواقع وهذا هو المعمول به في دروس الرياضية ثم المرحلة الثانية ينبغي تحديد المفاهيم الرياضية ينمتصل بالوضعية وتنظيم الوضعية وفق هذه المفاهيم وبعد ذلك يتم عزل الواقع ذلك الواقع الذي تمثله الوضعية المشكلة ينبغي عزله تدريجياً عبر عمليات متعددة يعني نمكن نجعل المتعلمين يسوغوا فرديات عبر التعميم عبر المأساسة إلى آخر والهدف ممكن لذلك استخراج الخصائص الرياضياتية للوضعية وتحويل مشكل واقعي الحقيقي إلى مشكل رياضياتي يكون تزيداً وفياً للوضعية إذن تلك الوضعية المشكلة النابعة من الواقع عندما نقوم بطريدها نحول كل تلك المعلومات الواردة إلى معلومات رياضياتية تكون لها خصائص رياضياتية وذلك المشكل الواقعي الحقيقي نحوله إلى مشكل رياضياتي ليتسنى حلّه رياضياتياً وليس حلّه يعني بطريقة بطريقة اجتماعية بل بطريقة رياضياتية والمرحلة الرابعة حلّ الوضعية الرياضياتية إذن انطلقنا من وضعية مشكلة واقعية اجتماعية نابعة من الواقع ثم قمنا بتريدها وتمثيلها ثم نقوم بحلّ هذه الوضعية الرياضياتية ربما عبر عمليات عبر جمعة من المفاهيم الرياضيات هنا يكتسب المتعلم المفاهيم الرياضياتية ثم المرحلة الخامسة فهم الحل الرياضياتي يعني ذلك الحل الذي يجده التميد في المحل الرابعة بعد فهمه يتم تطبيقه الرجوع إلى الوضعية الواقعية يقوم بتطبيقه على الوضعية الواقعية إذن هذه هذه عملية الطريد عملية الطريد يعني نترك من الوضعية الواقعية ونعود إلى الوضعية الواقعية ولكن بعدما نقوم بطريد تلك الوضعية وتمثيلها وإيجاد الحل الرياضيات المناسب للوضعية وفهمه وتطبيقه على تلك الوضعية وعليه تعتبر عملية الطريد الوضعية من أهم المراحل في تعلم الرياضيات وهي تتزامن مع مرحلة البناء لا نقول بأن الطريد يأتي بعد البناء أو الطريد يأتي قبل البناء بل هي عمية البناء وعمية الطريد عمليتان تتزامنان يعني وعني في نفس الوقت إذ لا يمكن اعتبار الطريد مرحلة تأتي بعد مرحلة البناء لأنه يدخل في عمق هذه المرحلة تلاقا من وضعية مشكلة ولا يمكن اختزالها في أنشطة تتطلب فقط تطبيق ما تم بنائه في مرحلة سابقة هناك من يعتبر يعتبر الطريد تطبيق هناك من يعتبر الطريد تطبيق ويدن على أن الطريد يأتي بعد مرحلة البناء ويعتبره كعملية لتطبيق المفاهيم التي تم بنائها في مرحلة البناء وهذا يعني ليس صحيحا بل هذه العملية هي عملية متزامنة مع مرحلة مع أنشطة البناء كذلك من المفاهيم الأساسية في درس الرياضيات لهدف التعلم إذن كثيراً تطرح أسئلة يعني ويطلب يطلب فيها تحديد الأهداف التعلمية الخاصة بأسئلة بدرس وخاصة كذلك بمستوى دراسي عندما نتحدث عن التدرج تحدثنا عن التدرج فالأهداف التعلمية ترتبط مباشرة ومتدرج كل مستوى من المستوى المفهوم أعلومية أهداف التعلمية المرتبطة مثلاً بمفهوم في السنة الأولى ليست هي الأهداف التعلمية المرتبطة بنفس المفهوم في السنة الثانية أو في السنة الثالثة وربما حتى في السنة الخامسة في السنة الثالثة بأهداف تعلمية ثم يتدرج إلى المستوى الرابع بأهداف تعلمية أخرى ثم إلى المستوى الخامس ثم إلى السادس بأهداف تعلمية أخرى إذن الأهداف التعلمية هي أهداف كذلك تتدرج من مستوى إلى آخر والهدف التعلمي هو عبارة تصف ما يتوقع أن يكتسبه المتعلم من معارف أو مهارات أو سلوكات استناداً إلى قدرات محددة لأن القدرات كذلك تتدرج من المستوى إلى آخر والهدف التعلمي هو تطبيق قدرة على محتوى وبما أن القدرات تتدرج قدرات تلميذ المستوى الثالث ليست كقدرات تلميذ المستوى الأول إذن هناك تدرج في القدرات بالطبع سيكون هناك تدرج كذلك في الأهداف التعلمية إذن فالهدف التعلمي من هذا المنطلق ممارسة قدرة على محتوى معين يكون موضوع والتعلمي والهدف المقصود هنا لا يمدل جذلنا بداغوجيا الأهداف الإجرائية بل يشكل مرحلة من مراحل اكتساب الكفاية إذن بعض الأمثلة لأهداف تعلمية مثلاً في مكوين الأعداد عندما نقول يرتب المتعلم أعداداً من أربعة أرقام ترتيباً تزايدياً أو تنقصياً إذن هناك قدرة قدرة يرتب قدرة والأعداد من أربعة أرقام هو محتوى إذن تطبيق قدرة على محتوى يعطينا هدفاً تعلمياً بالنسبة لمكوين الهندساء ينشئ شكلاً مماثلاً لشكل معين بالنسبة لمحور معين بالنسبة لمكوين القياس يقسم مدة زمنية بواسطة وحدات اعتيادية بواسطة وحدات اعتيادية إذن هذه القدرة تتطور عبر المستويات وتتدرج وبالتالي فالهدف التعلمي كذلك يتدرج ولكل مفهوم منها أهداف تعلمية خاصة ولكل مستوى أهداف كذلك تعلمية خاصة كذلك عندما تتطرق إلى درس الرياضيات هناك مفهوم أساسي هو مفهوم التعلمات السابقة أو المكتسبات السابقة وهذا المفهوم كذلك يرتبط من مفهوم التدرج لاحظوا جيدا بأن المفهوم التدرج هو مفهوم أساسي في الرياضيات وليس في الرياضيات فقط بل في جميع المواد في جميع المواد فالأهداف التعلمية ترتبط به التعلمات السابقة ترتبط به الامتدادات كما سنرى ترتبط بهذا المفهوم فهو مفهوم محواري في ديدكتيك المواد إذن التعلمات الأساسية السابقة قلت الأساسية لأنه ليست أي تعلمات عندما نتحدث عن المكتسبات السابقة ربما تكون مكتسبات لا علاقة لها بالمفهوم الذي نحن بصدد دراسته ولكن أنا هنا أتحدث وهذا شيء أساسي ينبغي أن أوضحه فعندما نتحدث عن المكتسبات السابقة فنقصد بها التعلمات الأساسية السابقة يعني الأساسية للمفهوم الجديد لا يمكن أن نقوم بمعالجة المفهوم الجديد مع المتعلمين دون أن يتحكموا أو يكونوا متحكمين في هذه التعلمات يعني هي تعلمات يقصد بها تلك المفاهيم والتقنيات والمهارات ليست فقط مفاهيم ولكن ربما تكون تقنيات ربما مهارات اتسبب المتعلم في تعلم سابق ولكن هناك شرط تكون ضرورية ببناء واستعاب المعرفة الرياضية الجديدة ولن نقصد هنا بالتعلمات الأساسية تلك المراجعة أو ذلك التذكير للدرس السابق حتى لم تكن له صلة بالدرس الجديد ولكن عندما ندرس الرياضيات لا بد أن نفكر في ما تعلمه المتعلم سابقاً وله علاقة بالدرس الجديد إن توظيف تعلمات البناء المعرفة من شأنها أن يسهم في إجارة ترابط بين موضوعات تبدو مختلفة للمتعلمين وبالتالي يساعدهم على تطوير تصوراتهم للرياضيات كبناء متماسك هذه التعلمات السابقة واستحضر تعلمات السابقة في الدرس الجديد من شأنه أن يعطي معنى ودلالة للمفاهيم الرياضياتية فهو يساعد المتعلمين على تطوير تصورهم للمفاهيم كبناء متماسك يعني لا فرق بين الفهم السابق والفهم الجديد ولكن هناك تماسك بين جميع المفاهيم والمفاهيم لا تدرس عشوائياً ولكن تدرس بشكل هارمي بشكل متماسك تدرس كبناء كبناء إذن بدون الربط بين المعارف السابقة والمعارف اللاحقة تبدو الرياضيات كمجموعة من القواعد العشوائية التي لا صلة بينها وهذه التعلمات الأساسية السابقة هي التي سوف تكون موضوع دراسة في المرحلة أولى من كل درس وهي مرحلة التقويم التشخيصي إذن بالتقويم التشخيصي يتأكد المدرس من مدى تحكم المتعلم في هذه التعلمات الأساسية وإذا لاحظ أن هناك خلل أن هناك صعوبات لا زالت عالقة يعني لا يتحكم المتعلم في بعض هذه التعلمات فعليه أن يقترح بعض الأنشطة العلاجية الآنية الفورية لكي يمكن ذلك التلميذ من الاستمرار في التعلم بدون صعوبة إذن بالنسبة لأنثلة عن المكتسبات الأساسية إذن هذا مدخل للمفهوم المساحة عندما نتحدث كذلك عن موضوع التكبير وتصغير الأشكال فانتقالة على التربيعات عملية الضرب إذن كذلك هي مكتسبات أساسية لهذا المفهوم عندما نتحدث عن المضلعات فالقطعة القطعة هو المفهوم أساسي لدراس المضلعات الزاوية كذلك توازي والتعامل الرباعيات الاعتيادية إذن كل هذه المفاهيم هي أساسية هي مكتسبة أساسية لهذه الموابع كذلك المفهوم آخر أساسي أساسي ينبغي أن يتحكم فيه أي أستاذ وهو المفهوم الامتدادات المفهوم الامتدادات إذن التعلمات الجديدة التي يتضمنها كل درس من دروس الرياضيات لها امتدادات بالنسبة لتعلمات رياضياتية لاحقة وهنا أسمح لي أن أستعمل مفهوم رياضياتية ولا أقول لتعلمات رياضية لرياضية لأن الرياضيات هي كلمة يعني من الرياضة والرياضية من الرياضيات صحيح رياضياتية وليست لتعلمات رياضية رياضية إذن رياضياتها لاحقة قد تكون في السنة الدراسية نفسها امتدادات على المدى القارب هذه ما نسميه بامتدادات على المدى القارب يعني تكون هناك امتدادات في نفس السنة وفي سنتين أو سنوات موالية يعني هنا نتحدث عن امتدادات على المدى المتوسط أو الباعي ومعرفة هذه الامتدادات من شأنه يعني من قبل الأستاذ طبعاً من شأنها أن يساعد على معرفة أهمية وحدود تعلمات مستهدفة خلال درس معين ودرجة تحكم التي تتطلبها لذا يكون لزاماً أن يمتلك المدرس تصوراً طولياً وعرضياً للأهداف والمعارف مقررة عبر المستويات الدراسية وهنا أشير إلى أن تغيير المستويات في المدرسة الابتدائية من شأنه أن يعني يكون له الأثر الكبير في يعني تحكم الأستاذ في الامتدادات مفهوم يعني عبر المستويات الدراسية بعض الأمثلة إذن مثلاً كما قلنا الترسيف إذن من امتداداته المفهوم المساحة تكبير وتصغير الأشكال تكبير وتصغير الأشكال من امتداداته مثلاً نفهم سلم الخرائط مثلاً قياس مثلاً السيعات يعني من امتداداته مضاعفات اللكر وقياس الحجوم إذن هذه امتدادات امتدادات الآن لماذا تحدثت عن كل هذه المفاهيم؟ لأنها مفاهيم أساسية للإعداد لمباراة التفتيش وكذلك الامتحانات المهنية فغالباً ما تطرح هذه الأمور إذن بشكل منهجي ماذا ينبغي على الأستاذ أن يعرفه لاجتياز هذه المباراة؟ إذن بالنسبة للمفاهيم الرياضياتية لا بد أن يتحكم الأستاذ في الجانب المعرفي لهذه المفاهيم مثلاً من فهم التناسبية لا بد أن يتحكم الأستاذ في كل ما يرتبط معرفياً معرفياً من فهم التناسبية يعني ينجز تمارين، ينجز وضعيات يعني مرتبطة بالتناسبية إلى آخره فيما يخص مثلاً من فهم المساحة ينبغي أن يكون الأستاذ ملمم بالأمور المرتبطة بالمساحة مساحة المضلعات مثلاً كيف يمكنه مثلاً حساب محيط مثلاً مربع حساب محيط مثلث، حساب مساحة، عندما تحدث عن مساحة مساحة مثلاً مستطر، مساحة متوازن أضلع إلى آخره المساحة الجانبية والمساحة الكلية إلى آخره إذن كل هذه الأمور هي معارف أساسية ينبغي أن يتحكم فيها الأستاذ وكذلك تدرج، تدرج المفهوم الجانب المعرفي ثم التدرج، ينبغي أن يتحكم الأستاذ في تدرج كل المفهوم يعني من السنة الأولى يعني من السنة الأولى من معالجة المفهوم لا أقصد السنة الأولى يعني الأولى من التدرج ولكن السنة الأولى من معالجة ربما يعالج المفهوم لأول مرة في السنة الثالثة أو الرابعة أو الخمسة حسب طبيعة المفهوم يعني نبغي أن يتحكم الأستاذ في تدرج هذا المفهوم ليتحكم في المكتسبات السابقة للنفهوم وكذلك في الانتدادات هذا المفهوم عبر السنوات الدراسية ثم يتحكم كذلك في الجانب الديدكتيكي يعني التدبير الديدكتيكي للمفهوم يعني كيف، متى يدرس لأول مرة؟ كيف يدرس المفهوم لأول مرة؟ يعني تقريب المفهوم ثم كيف يتطور معالجة المفهوم عبر المستويات الدراسية عبر المستويات الدراسية؟ إذن هذا التدبير الديدكتيكي كذلك أساسي ثم لا بأس من كذلك أن تحكم في بعض الجوانب البداغوجية يعني تلك العلاقة بين الأستاذ والمتعلم يعني كيف يطور الأستاذ من قدرة المتعلم على الاستعاب على الفهم إلى آخره يعني هنا مباشرة نتحدث عن تطبيق البداغوجيات يعني كيف نطبق مثلا البداغوجيا الفارقية في درسي في الرياضيات كيف نطبق مثلا البداغوجيا الخطأ في درسي في الرياضيات وعندما أتحدث عن البداغوجيا الخطأ فإنني أتحدث عن الصعوبات المرتبطة بتدريس أي من الفهم الصعوبات التي يواجهها أي متعلم في يعني مستوى معين يعني ارتباطا بهذا الفهم ثم كذلك الدعم الدعم أنشطة الدعم ما هي الأنشطة الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات وهذه الأنشطة يعني تختلف حسب نوع طب حسب نوع الصعوبة إذن هذه الأمور الأساسية التي ينبغي المطلوبة المطلوبة لدى كل أستاذ أراد أن يجتزى هذه المباراة بنجاح وتأكدوا أن لا يهمكم يعني كيفية إدراج الوضعية الاختبارية فالمتحكم في هذه الأمور يعني كيفما أدرجت الوضعية كما كان قلوك معجنها كيفما تم معجنها فإنه سيستطيع أن يتحكم في آليات تلك الوضعية لماذا؟ لأنه يتحكم في هذه الجواني في البعد المعرفي في البعد البداوجي في البعد الديدكتيكي هذه أبعاد أساسية للتحكم في زمام هذه المباراة إذن أعود لهذه المداخلة والآن سأتطلق إلى منهجية تقديم درس في الرياضيات بالطبع هذا الجزء كما قلت هو جزء يعني هو له بعد إجرائي ولكن لإجراء النظاري في الفرصة المقبلة يعني سوف في الجزء الثاني سوف أقترح درسا درسا في الرياضيات يعني الفهوم في الرياضيات وسوف أعالجه من جميع الجوانب الجانب يعني الجانب المعرفي سوف أبينه ما يمكن أن نعرفه من معرفة حول هذا النفوم وكذلك من جانب الديدكتيكي كيف نقدمه كيف يتدرج هذا النفوم كيف نقدمه سوف نطبق عليه بعض البداوجيات الوظيفية بعض تقنيات التنشيط إلى آخره إذن بالنسبة لهذا التخطيط المنهجي إذن عندما نتطرق لأي درس في الرياضيات علينا أن نخطط المجموعة للدرس باعتبار مجموعة من المعلومات الأساسية هذه المعلومات الضرورية لتخطيط أي درس إذن المادة تكون واضحة بالطبع وهي مادة ترياضيات ثم نوضح المكون إما الإعداد والحساب والهندسة أو القياس أو المسائل أو معالجة البيانات الآن دخلت معالجة البيانات على الخط في المنهج المنطح ثم كذلك نبين المستوى الدراسي لماذا المستوى الدراسي؟ لأنه سيحدد لنا الأهداف التعلمية كما قلت إن من خلال المستوى الدراسي ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة إذن أواصل أواصل وأعتدر على هذا العطب إذن بالنسبة لكذلك من بين المعلومات الأساسية هناك المدة الزمنية تعلمك الأساسية السابقة التي أشرت إليها ثم الامتدادات هي أساسية لكل الفهم يريد أن نوضحه ثم الوسائل والمعينات الديداكتكية إذن هذه معلومات أساسية لكلها عندما يطلبوا خطية درس في الرياضيات فلابد من توضيح جميع هذه العناصر أعفوا أن هناك عطب سوف أقوم بإصلاحه فورا سوف أقوم بإصلاحه فورا سوف أقوم بإصلاحه فورا الخاصة بدرس الرياضيات إذن بعد توضيح هذه العناصر لابد أن نبدأ بمرحلة البناء والطريد على أساس أن البناء والطريد عمليتان متلازمتان فنبدأ بما يسمى بأنشطة التقويم التشخيصي وهنا أعود لما ذكرت في سابقا حول المعلومات السابقة الأساسية السابقة فهذه المعلومات ينبغي أن تكون موضوع تقويم في هذه المرحلة أنشطة التقويم التشخيصي إذن هي أنشطة سريعة يتأكد المدرس من خلالها من المكتسبات القبلية للمتعلم قبل الانطلاق في الدرس الجديد ويمكن أن تضم أنشطة مرتبطة بالمعرفة والتذكر أو أنشطة وأنشطة أخرى خاصة بالفهم والتطبيق يمكن أن تكون الأنشطة عبارة عن تمرين خاصة بالفهم والتطبيق يعني عبارة عن تمرين أو بأنشطة خاصة بالمعرفة يعني تذكر قاعدة تذكر بعض الأمور المرتبطة بالمفهول ثم دائما في إطار مرحلة البناء والطريد ننتقل إلى أنشطة البناء والطريد الهدف من هذه الأنشطة هو بناء المعرفة الرياضياتية وأشير هنا إلى أن المعرفة الرياضياتية قد تكون مفهوما أو تقنية أو مهارة أو استراتيجية حل مسألة لأن هناك اختلاف بين هذه المفاهل المفهوم ليس هو التقنية والتقنية ليست هي المهارة والمهارة ليست هي الاستراتيجية هناك اختلاف بينها إذن ككل هذه الأمور تدخل في إطار ما يسمى بالمعرفة الرياضياتية وهذه المعرفة عندما يدرس المفهوم الجمع كمفهوم ولكن هناك تقنية الجمع كتقنية هناك كذلك دائما في إطار الجمع هناك المهارة عندما ينجز تلميذ عملية الجمع يضع العملية عمودياً وينجزها بالشكل المطلوب وبالسرعة المطلوبة فنقول أنه يمتلك مهارة إنجاز عملية الجمع وربما تلميذ يمتلك التقنية ولكن لا يمتلك المهارة ويعرف كيف ينجز عملية الجمع ولكن عندما ينجز تلك العمل إما لا يحترم الوقت المحدد يعني يستغرق وقتاً طاولاً وإما لا يعرف كيف يطبق تلك التقنية كيف يطبقها وكيف ينجز العمل إذن هناك اختلاف بين هذه المفاهيم وكل هذه الأمور تدخل في إطار المعرفة الرياضية إذن الهدف من هذه الأنشطة هو بناء المعرفة الرياضية الذي يمر عبر ترييد وضعية يواجه فيها المتعلمون وضعية مشكلة مففزة وذات معنى ودلالة ومعرفة عنها بنص لغاوي نحن نص لغاوي أو موقف مشخص أو مناولة أو صورة أو رسم أو بعض من هذه العناصر أو جميعها وتتوج أنشطة الترييد والبناء بسياغة المتعلمين لخلاصة وهذه الخلاصة من الأحسن أن تكون في شكل ما يسمى بالخريطة المفاهيمية والخريطة المفاهيمية يعني سوف يأتي الوقت الذي نتحدث فيها يعني هذه الخريطة ليس فقط في الرياضيات وإنما في جميع المكونات سوى مكونات اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو النشاط العلمي إذن الخريطة المفاهيمية هي يعني شكل من أشكال تلخيص للقواعد والمعارف المرتبطة بالفهم إذن هذه السياعة هذه الخلاصة تعبر عن فهمهم واستعابهم لموضوع الدرس الجديد ويمكن أن تتضمن هذه المرحلة بالإضافة إلى أنشطة الترييد والبناء أنشطة سريعة للتطبيق المباشر على الألواح خاصة إذن مباشرة بعد مرحلة الترييد والبناء يمكن أن نقترحها بعد الأنشطة السريعة للتطبيق المباشر ولا أقصد هنا يعني مرحلة التدريب أو مرحلة الاستثمار ولكن تطبيق مباشر فقط على الألواح أو في بعض المرات يعني في بعض الأحيان يعني تطبيق شفعوي يعني مسارع إلى آخر ثم إذن أذكر هنا بالمرحل الكبرى لتدبير الوضعية المشكلة يعني في هذه المرحلة مرحلة الطريد والبناء إذن نبدأ دائما بمرحلة تقديم الوضعية المشكلة ثم مرحلة الفعل مرحلة الفعل ويبدأ المتعلم في البحث وهنا نتحدث عن مواجهة معرفية يعني عند المتعلم يعني بين المعارف السابقة المعارف الأساسية السابقة والمعارفة ومعطيات الوضعية الجديدة يحدث ما يسمى بخلخالة لدى المتعلم يعني إثر هذه المواجهة بعد ذلك مرحلة السياغة والتوليف بين مجموعة من المتعلمين في إطار العمل بين المجموعات وهنا نتحدث عن مجابهة الأفكار أو مواجهة الأفكار ثم مرحلة التصديق بشكل جماعي إثبات صحة أو عدم صحة ما توصل إليه المتعلمون وفي الأخير مرحلة المأساسة يتدخل الأستاذ للتوليف لتقديم الصياغة النهائية المتعارف عليها لا يقدم المعرفة جاهزة ولكن فقط تدخل لمأساسة المعرفة لإعطائها الصياغة المتعارف عليها والتسمية المتعارف عليها قد يسم المتعلمون إلى خصائص هذا المفهوم ولكن لا يستطيعون أن يعطوا لهذا المفهوم تسمية وصيغة نهائية فيتدخل الأستاذ ليكمل ما توصل إليه المتعلمون ويعطي الصياغة المتعارف عليها يعني يمأسس هذه المعرفة بالنسبة للمرحلة الثانية بعد مرحلة التطبيق والاستثمار هنا تدث عن الاستثمار لماذا؟ لأن التطبيق وحده غير كافي لاستيعاب مفهوم ولمعالجة مفهوم بل الاستثمار أساسي في هذه المرحلة تعتبر أن هذه المرحلة أساسية في درس الرياضيات ينبغي أن يخصص لها وقت كافي لكونها تتيح للمتعلمين تثبيت المفاهيم والقواعد والمهارة إذن هنا نتحدث عن التثبيت لا نتحدث عن التقويم نتحدث عن التثبيت والترسيخ والاستثمار إذن ينبغي أن نميز بينما يدخل في إطار التطبيق الذي هو مرحلة للتثبيت والترسيخ والاستثمار وبين التقويم الذي سنتحدث عنه في المرحلة الموالية إذن ينبغي أن تغطي مختلف الأهداف التعلومية هذه المرحلة التطبيق ينبغي أن تغطي مختلف الأهداف التعلومية المتوخذ وتكون متنوعة ومتدرجة من حيث درجة الصعوبة والتركيب إذ تشمل وتبعاً لطبيعة الدرس تشمل مجموعة من الأنشطة يمكن أن نبدأ لأن تحدث عن التدرج في اختراح هذه الأنشطة إذن أنشطة التعرف من قبيل مثلاً لو نحدد ضع علامة على رتب في جدول هذه كلها أنشطة للتعرف فقط لنتعرف على القاعدة لنفع المثلوم لون مثلاً ميتالوناء لون المستطيلة بالأحمر والمربعات بالأزرق والمثلثات بالأخضر إذن هذا فقط التمرين للتعرف أتعرف وميز المستطيلات من العاني المربعات إذن للتعرف إذن أنشطة التعرف مع تبرير كتابي للأجوزة يمكن أن نضيفها تبرير كتابي وربما يكون تبرير شفاوي ثم أنشطة للتطبيق المباشر للقواعد والمفاهيم والتخنيات إذن التطبيق يأتي بعض التعرف ثم أنشطة لتصحيح أخطاء مرتبطة بالتطبيق مثلهم ربما لكي لا يسقط المتعلمون في أخطاء ربما منذ البداية يوجه المتعلمين إلى بعض الأخطاء التي قد يسقطون فيها ويوجه المستير المتعلمين إلى تصحيح هذه الأخطاء يعني عمدان يقترح أنشطة بأخطاء وهذا يدخل في إطار مرقة التقويم لأن من مراقب لوم بعد المعرفة وبعد الفهم وبعد التطبيق وبعد التحليق وبعد التحليل وبعد هناك هناك التطبيق هناك التقويم التقويم والتقويم هو إبداء رأي إبداء رأي إبداء رأي في جواب إذن قد نقول بأن هذا الجواب صحيح أو خطأ أو خطأ إذن عند ربما أطرح عملية عملية طرح أو عملية جمع بأخطاء يعني فيها أخطاء متعمدة وأطلب من التلميذ أن يجد مصدر هذا الخطأ أقول بأن تلميذ أنجز عملية لاحظ هل هذه العملية صحيحة ولماذا إذن هنا تلميذ هدارة مشكلة لقد مررته بالمتعلم إلى مرقة التقويم إلى مرقة التقويم من مراقي بلون ثم أنشطة مهاراتية يعني المهارات كذلك ينبغي أن نقترح بعض الأنشطة لاستعمال مهارات معينة مثل إنشاء أشكال، إنجاز رسوم، خطاطات إلى آخر ثم كذلك أنشطة لحل المسائل المرتبطة بتطبيق واستثمار المعرفة الرياضية المكتسبة في المرحلة السابقة إذن أنشطة للاستثمار أنشطة للاستثمار بعد مرحلة التطبيق والاستثمار هناك مرحلة التقويم تعتبر الإنشطة الخصة بهذه المرحلة الأساسية للتأكد من مدى تحقق الأهداف التعلمية المتوخات من الدرس والوقوف على مختلف الصعوبات عندما تحدث على التقويم لا تحدث عن الصعوبات وعلى الأساتذة أن يتحكموا في جميع الصعوبات المرتبطة بالمفاهيم أي مفهوم تمت معالجته ينبغي التفكير في مجموعة الصعوبات التي قد تواجه المتعلمين في ارتباط بذلك المفهوم وقف على مختلف الصعوبات التي توجه المتعلمين في ارتباطهم بالمفهوم وأداة هذا التقويم مجموعة من التمارين والوضعيات بعد مرحلة التقويم مرحلة الدعم والمعالجة إذن دائما تطرح أسئلة يعني حول ربما في الاختبار تطرح أسئلة حول أنشطة تقويم ربما تقترح اقترح أنشطة تقويمية للفوم كده وكده وكده ثم بعدها يطرح سؤال آخر ما هي الصعوبات يعني المفتردة يعني بعدها هذه الأنشطة تقول ما هي الصعوبات المفتردة التي قد تواجهها المتعلمين وما هي الأنشطة التي يمكن اقتراحها لمعالجة هذه الصعوبات إذن هذه كل دائما تطرح مثل هذه الأسئلة إذن هذه الأنشطة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمتعلم أنشطة تقويم لها أهمية بالنسبة للأستاذ لماذا؟ لأنه تبين الصعوبات تبين مصادر الصعوبات وتبين اقتلالات يعني يتأكد الأستاذ يعني من خلالها مدى تحكم التلميذ في الأهداف ولكن مرحلة الدعم والمعالجة هي أنشطة لها أهمية كبيرة بالنسبة للمتعلم تمكنه من تثبيت وإغناء تعلماته معالجة تعثراته قلت تثبيتوا إغناء بالنسبة للذين تحكموا في الأهداف بالنسبة للذين يعني لم يجدوا أي صعوبة في معالجة يعني الفهم والمفاهم وكذلك نتحدث عن المعالجة بالنسبة معالجة تعثراته بالنسبة للمتعلمين الذين لم يتحكموا في أهداف المرتبطة بالنسبة وينبغي أن تستجيب الأنشطة المقترحة في هذا السدد لحاجات كل فئة من المتعلمين أو طراعي طبيعة الفروق الفردية بينها وهنا لا بد من تطبيق البدايوجيا الفارقية لأن حاجات المتعلمين تختلف تختلف حسب درجة الصعوبة حسب نوعية الصعوبة حسب درجة تحكم المتعلمين في المفهوم إذن لا بد من مراعاة من مراعاة الفروق الفردية بينها أنتقل إلى سيناريوهات توزيع مراحل درس الرياضية على الحصص على الحصص تحدثنا عن أربع مراحل أربع مراحل ولكن هذه المراحل كيف يمكنه توزيعها على الحصص إذن كما تلاحظون بأن الكتب المدرسية لم تستقر على نموذج موحد لتوزيع مراحل درس الرياضية على الحصص وتعددت السيناريوهات واختلفت شكلاً ومدموناً إذ إن معظم هذه الكتب لم تخصص لمرحلة تطبيق حصة مستقلة بالرغم من أهميتها في ترسيخ وتثبيت المعارف الرياضياتية واستثمارها فقامت بدمجها إما في حصة البناء والطريد كأنشطة تدخل في إطار الطريد أو في حصة التقويم ونقدم هنا بعض الأمثلة لما تنفل جيد في الرياضيات السنة السادسة الجيد يتحدث عن أنشطة البناء والطريد أنشطة التمرن والتقويم إذن أنشطة التمرن تم إدماجها مع التقويم وهناك أنشطة الدعم والإغناء المرجع في الرياضيات سنة الثالثة مثلاً تحدث عن أنشطة الحصة الأولى أنشطة الطريد وبناء المفاهيم ثم الحصة الثانية أنشطة التقويم والحصة الثالثة أنشطة الدعم فأين هي أنشطة التطبيق؟ لأن لا يمكن أن أقوم تلميذاً دون أن أقترح عليه مجموعة من التمارين لترسيخ المفهوم لتثبيت هذا المفهوم إذن لا بد أن يتمرن لا بد أن يتدرب قبل أن يخوض المرحلة النهائية قبل أن يخوض هذا النشاط التقويمي لا بد أن يتمرن لأن مرحلة الطريد والبناء فقط خاصة بالبناء يبني التلميذ فيها المفهوم إذن ماذا ينقصه؟ ينقصه فترة لتنقصه فترة لبنصيخي هذا المفهوم لتثبيتي هذا المفهوم أتحدث معه عن التقويم كيف أقومه أو أنا لم أقترح عليه بعد مجموعة من التمارين الخاصة وهنا كم يعتبر التقويم هو كتدريب؟ كتدريب؟ لا التقويم هو ما هو الهدف منه؟ هو التأكد من مدى أحكمه على التدميذ هل تحكم في المفاهيم أم لم يتحكم فيها؟ إذن التقويم ليس هو التطبيق ليس هو التدريب هناك اختلاف كبير بين المفهومين المنهاج الدراسي المنقح في السنوات الأربع تحدث عن أنشطة البناء والطرييد أنشطة التقويم وأنشطة الدعم والمعالجة حال مرجع في الرياضيات فأين هي أنشطة التطبيق؟ أين هي؟ هل أنشطة التقويم هي أنشطة التطبيق؟ يقصد بها المنهاج المنقح أنشطة التطبيق؟ لا، هذا خطأ لا بد أن نخصص لأنشطة التطبيق وتثبيت المفهوم وترسيخه حصة خاصة وبعد ذلك نتحدث مع المتعلم على التقويم كيف تقومني وأنت لم تعطيني الحقي إذن هذه السيناريوهات السيناريو المقترح عادة ليس سيناريو خاص به ولكن هذا السيناريو الخاص بجموعة من البرامج وفي جميع المكونات ليس فقط في مكونات الرياضيات في جميع المكونات المكونات نتحدث في البداية عن ما يسمى الاكتشاف والفهم حتى في اللغة الفرنسية الاكتشاف والفهم أو أي اكتشاف والفهم أو أي اكتشاف والفهم ثم في الفرنسية في الفرنسية أكتشاف والفهم أو التطبيق ثم التقويم إذن مرحلة طريق الوضعية وبناء المفاهيم مرحلة التطبيق والاستثمار ثم مرحلة التقويم والدعم والدعم دائما يرتبط بالتقويم عندما نتحدث عن التقويم نتحدث مباشرة عن الدعم حتى التصحيح التصحيح في عامية التقويم هي دعم هي دعم نصحح ولكن لا نصحح بالمفهوم القادم التقليدي للتصحيح ولكن التصحيح الآن أصبح بعد التقويم أصبح التصحيح إلا هو الفهم جديد الفهم المعارجة الفهم الدعم الفهم الدعم ليس تصحيح بالمعنى التقليد يعني الأستاذ يصحح على الصبورة والتلميذ ينقل تصحيح على الدفتر يصحح الأخطاء بل ينبغي أن نعتبر هذا التصحيح دعما وعندما نتحدث عن الدعم ما يكون من خلال توسع في المفهوم يعني من خلال التصحيح وبما نتوسع في ذلك نعطي الشروحات إضافية إلى آخره إذن هذه هي الحساس المقترحة في درس الرياضيات وهنا سوف أقترح نموذجاً لبطاقة أخطاء الدرس في الرياضيات إذن هذه العناصر التحدثنا عنها لا بد أن تكون موجودة في بطاقة الرياضيات المادة المكويل المستوى موضوع الدرس الكفاية الأهدف التعليمية المدة الزمنية التعليمات الأساسية السابقة لامتدادات وسائل والمعينات الددكتيكية ثم هناك جدول هذا الجدول يعني مكون من ثلاث عميدة العمود الأول يتحدث عن الحساس والمراحل العمود الثاني إجراءات الممارسات الخاصة بالمدرس والعمود الثالث الأنشطة المتعليم إذن الحساسة الأولى تكون تشخيصي أوضح فيه شكل العمل المدة الزمنية الدعامات والوسائل ثم دائما في حساسة الأولى أنشطة الطريد والبناء شكل العمل المدة الزمنية الدعامات والوسائل بالنسبة الإجراءات الممارسات الخاصة بالمدرس الأنشطة والوضعيات يعني اقترح الأنشطة واخترح الأنشطة والوضعيات الخاصة بطريد وبناء النفو أو التقوين أو كما سيريد ثم معطيات مرتبطة بتدبيق الفرضية لا نمسى هذا هذا شيء أساس المعطيات مرتبطة بتدبيق الفروق الفرضية والتعامل مع الخطأ عندما نتحدث عن التعامل مع الخطأ يعني نتحدث عن الدعم عن تقويمات مرحلية ما يسمى بالتقويم المرحلي يعني في كل المرحلة من مراحل الدرس هذا اقترحوا تقويما وهو ما يدخل فيه طرد تقويم تكويني وعني نتحدث عن التقويم نتحدث عن ربما ترتكب أخطاء كيف نتعامل معها كيف نجد مصدرها كيف نقدم معالجة فورية آنية إلى آخره ثم أنشطة المتعلم أنشطة المتعلم إذن هذه هي الحصة الأولى الحصة الأولى ربما في بعض المرات يطلبوا منكم فقط تخطأت للحصة الأولى في الرياضيات يعني حصة بين المفاهيم وطريب المضعيات وهنا أقترح فقط إذا طلب مني هذا السؤال في تخطأت الحصة الأولى أقترح فقط الوضعية المشكلة وما يتبعها من أنشطة ومن عمليات إلى آخره بالطبع باعتبار الفروق الفردية باعتبار يعني التعامل مع الخطأ ما يدخل في إطار ممارسات الأستاذ وما يدخل في إطار أنشطة المتعلم ثم المرحلة أو الحصة الثانية دائما في إطارها دائما إذا الحصة الثانية لاحظوا في البداية البداية تحدثت عن تكون تشخيصي الآن هنا حساب ذهني حساب ذهني أبدأ الحصة بحساب ذهني ثم أقترح أقترح أنشطة للتطبيق والاستثمار وعادة هذه الأنشطة هي الأنشطة التي يعني توجد في كراسة رياضية أنشطة المتوفرة في كراسة رياضية هي أنشطة يعني يستحسن استثمارها في هذه الحصة يعني حصة التطبيق والاستثمار تكون هناك بعض المسائل لاستثمار الفوم ثم بعض التمارين التطبيقية وهذه التمارين وهذه الأنشطة التطبيقية الأساسي فيها أنه ينبغي أن تغطي جميع الأهداف يعني لا ينبغي للأستاذ فقط أن يقف عند بعض التمارين تغطي هدفا أو اثنين ويترك يعني التمارين أخرى يعني تغطي أهداف أخرى ربما تكون هناك بعض التمارين تخدم هدفا واحدا إذن لا لا أشتغلوا على هذه التمارين يعني كلها بل بعض منها ثم أمر إلى تمرين آخر يغطي هدفا آخر ثم تمرين ثالث يغطي هدفا ثالثا إلى آخره إذن لاحمن شكل العمل شكل العمل يعني أوضحه في كل مرحلة ثم المدة الزمنية والمدة الزمنية تدخل هنا في تدبير الوقت تدبيره لماذا لمدة زمنية؟ في أنها تدخل في تدبير الوقت دعامة الوسائل كذلك أساسيا لأن الإشارة إليها في كل مرحلة ثم كذلك دائما الأنشطة والوضعيات إلى آخره الحصة الثالثة كذلك اقترح حسابا دهنيا ثم التقويم أنشطة التقويم وأنشطة التقويمين بغي أن تكون شكل العمل هنا يكون فرديا عندما نتحدث عن التقويم فالعمل يكون فرديا عندما نتحدث عن تطبيق الاستثمار يمكن أن أقترح عملا فرديا يمكن أن أقترح عملا بين تلميذين أو في مجموعة صغيرة لأن هذه فقط أنشطة للتطبيق والترصيخ ولكن عندما تحدث عن التقويم فالتقويم دائما يكون فرديا لأن ما هو الهدف منه هو التأكد من ماذا تحكم كل تلميذ على حيدة من الأهداف في الأهداف المستارة شكل العمل مدة زمنية الدعمات والوسائل ثم تتبعها مباشرة عملية الدعم والمعالجة إذن شكل العمل مدة زمنية الدعمات والوسائل إذن هذا الدعم هنا ليس هو ذلك الدعم المركز فالدعم المركز هو دعم ربما نسجل الأخطاء نسجل الصعوبات ونعالجها في أثناء حسس الدعم حسس الدعم يعني أسابيع تثبيت والدعم أو حسة دعم الدرسين هنا نتحدث عن الدعم المركز ولكن هذا الدعم الذي نخترحه هنا هو دعم آني يعني مرتبطا بهذه العملية عملية تقويم إذن فيها أثناء هذه المرحلة ندعم ما يمكنه أو نعالج ما يمكنه معالجته وبالطبع سوف لن نعالج جميع الصعوبات نترك يعني ما لم نتمكن من معالجته إلى حسة أنشطة الدعم الدرسين أو أنشطة أسابيع التثبيت والدعم إذن كانت هذه المدخلة عبارة عن يعني يعني جانب نظري ولكن ذلك النظري الإجرائي إجرائي لأنشطة التعليم والتعلم المرتبطة بتطبيق بتطبيق بتخطيط درس وفي الحصة المقبلة في جزء الثاني سوف ما قلناه كل ما قلناه في هذه الحصة سوف نطبقه إجرائيا يعني من خلال درس درس مفهوم سوف نعالجه من جميع جوانبه جوانبه المعرفية والبداغجية والديداكتيكية أشكركم على حسن انتباهكم وأترك المجال لكم لطرح تساؤلاتكم وآرائكم وربما بعض الاقتراحات بعض الجوانب التي تريدون إضافتها لإغناء هذا الموضوع وشكرا جزيلا إليك الخط شكرا للمداخل القيمة على الشرح المتأني المستفيد والتوجيهات طبعا المصائح المرافقة له في انتظار مداخلاتكم أذكر سريعا بأهم ما جاء فيها إذا انتناول في هذه الحصة الجانب النظري وأكد على ضرورة الإلمان بثلاث أبعاد أساسية هي البواد المعرفي الفيداغوجي والديباكتيكي ثم تناول مفهوم التدرج والتريد طبعا التدرج في الرياضيات يعني تناول جزء الديباكتيكي تدرج في الأحداث في القدرات ثم مفهوم التريد ويليه مفهوم البناء على أساس بعد ذلك طبعا منهجية تدريس الرياضيات دائما في شخطها النظري ولكن إجرائيا على أساس كما قال أن الحصة الموالية بإذن الله ستخصص لدرس في الرياضيات بمثال إجرائي إذن تفاعل كبير سنرسلت عنه أسئلة كثيرة سأحاول نقلها بكل أمانس وموضوعية لمن رأى أن سؤاله لم يرد هنا يعني ممكن أن يضغط على اللاقة أو يعيد كتابته رجاء حاولتوا يعني الأسئلة التي تتكرر أن لا أعيد تقريبا لدينا أزيد من 150 يعني عضوا مرحبا بالجميع بانتظار دائما مداخلاتكم والكلمة لكم سأذكر سأذكر للأستاذ بعض الأسئلة التي وردت أثناء تقديم للعرف إذن السؤال الأول متعلق من فهم التبرج ويقول أحمد ما الفرق بين التبرج الأفقي والعمودي سؤال آخر سنبيلا هل التمثلات لها ضور في الرياضية إذن طبعا أنا أقل الأسئلة بكل أمان وموضوعية بدون أي تدخل سؤال آخر ما الفرق بين الهدف الإجرائي والهدف التعلمي وهذا سؤال تكرر كثيرا يعني الهدف الإجرائي هل هو الهدف التعلمي سؤال آخر يقول صاحب أنه سؤال مهم وفرر كثيرا كيف يمكن للأستاذ أن يقدم تعلمات جديدة مطالب بتزويدها في وقت معين ووفق جدولة زمنية محددة مسبقا وبين واقع المتعلمين الفاقدين للتعلمات الأساس إذن أمرر لا قط لأستاذ رابطيس وبعد ذلك أتابع سراءة الأسئلة أفضل أستاذ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصوت طيب بداية شكرا جزيلا للأستاذ الكريم المحاضر على هذا العرض القيم والقيم جدا بطبيعة الحال وشكل موصول للحضور الكريم أستاذي الكريم من خلال عرض المراحل أو مراحل تقديم درس في الرياضيات اقترحت خاصة للك المرحلة الجديدة مرحلة تطبيق والاستثمار وذكرت بأن الأدبيات غافلت هذه المسألة ولم تذكرها بالنسبة لنا لأستاذ واش هذا الاقتراح يبقى مجرد الاقتراح أو يمكن اعتماده في تطبيق أو في عملية الأجراء درس المعين يعني يمكن اعتماد هذه المرحلة كمرحلة أساسية وذكرها وتطبيقها أو أنها تبقى مجرد اقتراح وشكرا جزيلا أستاذ الكريم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية تربوية طيبة مليئة بكل مشاعر فواحة بالاحترام والتقدير والامتنان لك أستاذي السعبد الرحمن تومي على هذه الشروحات المستفيدة وعلى هذا العرض القيم والذي وجدتني صراحة يعني بكل صراحة قبلا تحية لكم أيها الحضور الكريم وعذروني أنا مرتبكة لأنني وجدتني والله يعني محتارة لأن ما تفضل به أستاذنا الكريم على أنه علينا يعني ضبط تلك الأبعاد الثلاثة فعلا هي أبعاد علينا أن نتحكم فيها لكنني وجدتني فقط ألامسها بعض الشيء والنقص الموجود في هذه المسألة النقص الموجود في هذه المسألة التي يعني أعانيها مثلا أنا شخصيا هو نقص في ما يمكن اعتماده كمراجع أكاديمية أو كملجأ للمعرفة لهذا الأستاذ يعني ما شاء الله نلقى مجموعة من المعطيات والمعارف هنا وهناك ولكن نحن نفتقد إلى ذلك المرجع الموحد الأكاديمي الذي يجعله من تلك الأبعاد الثلاثة التي تفضلت بجامع في الديدكتيكا الرياضية إذن هنا سأتوجه إلى أخت حرية لتوجهاني لصدر مؤخرا للأستاذ نعم إذن السؤالي أجابت عليه أخت حرية أظن إذن أجدد شكري لك أستاذي وأكيد أنه علينا يعني البحث والمطابرة للجديد والتكوين وأسفته فعلا إذن لك اللقاء أستاذ أبو حمزة وأجدد لك الشكر على هذا العرض القيم والمستفيد بالشروحات شكر لك أستاذي عبد الرحمن تومي وشكرا طبعا لحرية وكل القائمين على الغرفة الصوتية والشكر طبعا دائما للحضور الكريم الذي أغنى ليلتنا والصبورة التفاعلية بمجموعة من الشروحات ترجمة نانسي قنقر الصوت مسموع مسموع بذي أدي بدئين أود أن أشكر الأستاذ المحاضر السيد الرحمن تومي على مدخلة القيمة مدخلة الشافية الكافية حول يعني الديدكتيك الرياضية وخاصة البعد البداغجوة الديدكتيكي لتقديم حصة أو درس خاصة بمادات الرياضية إذن بالنسبة لأن هناك مشكلة في تخصيص حصة خاصة بأنشطة أو مرحلة تطبيق الاستثمار أضيف أن كذلك من بين المشاكل التي نعانيها مع الكتاب المدرسي الخاص بالرياضيات هو التصحيح بعد التقوين فجل التمارين المقترحة في الكتب المدرسية بالكاد تجد حيزا خاصا لإجراء التمرين أو لإجابة عن التمرين في حين أن المتعلم حينما يرتكب خطأا والخطأ وليس عيبا حينما نطالبه بالتصحيح تجده يعاني في إيجاد لمكان التصحيح مثلا عندما يكون التمرين ونطالب بإنجاز عملية الجمع أو الطرح أو الطربة بقسمة فيخطئ فيها ويطالب بالتصحيح تجد يصحح على منتوجه فتجد الكتاب عبارة عن لا أدري وضع حيز أو مكان حيز خاص بالتصحيح ربما سيزيد رونقا وجمالا لهذا الكتاب المدرسي وسيقوم بتلميذ حافزية أكثر للتعلم لأنه وحيدا ما يرتكب خطأا ويصحح على ذلك الخطأ بتلك الطريقة الروتينية والتقليدية التي نستعملها وأنت حينما تصحح كأستاذ هذا الكتاب والدفسر فإنك تحس بأن هناك خلل الماء لماذا لا يتم وهذه ملاحظة فقط يعني لاست خاصة بأستاذ المحاضر وإنما بوضع البرامج كما أن الأستاذ لاحظ بأن هناك إهمال للتطبيق لأنه لا يمكن أن تطالب المتعلم بتقويم وأنت لم تمرنه لم تعطيه فرصة التطبيق والاستثمار نفس الشيء بالنسبة لتصحح أظن أن هذه الملاحظة وبنسبة للملاحظة للأستاذ لأستاذ الرطيف هالمرحلة التي ذكرها لأستاذ وخص لها يعني الحصة التانية مرحلة تطبيق الاستثمار هذه مسألة رسمية يعني يمكن اعتمادها في امتحان تفتيش أنها فقط في طور يعني اقتراح من السيد السيد المحاضر في انتظار يعني لتبنيان من ترفع الوزارة أو القائمين على المواريد وكتب المبرسية وشكرا وش الصوت السيدة 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 السلام عليكم الله يسعر على براتاته أهلا معكم جواد بخات في الامتداء الوزارة أه شكرا جزير الأستاذ الرحمن اللي لأول مرة نسمع له بطريقة عن بعد من بعد ما سمعته مباشرة أكبر الله عليه وشكرا بالزارة على التحاصل الذين يتحاصل معنا وتحدينا نفهد أكثر سواء كنا قاعدين سحقوا بشيش أو معنا سحقوصون نستفيد من هذه الأمور زيما فراحة من جهودها ودحنا وتلحص برأس من خلال هذا اللقاء هذا فهنا الرئيسي تبقى سلن تعرفوا عن الكوكب سؤال دي أنا هو في حالة أستاذ لم يتم يتضرر جميع المستويات في السائلين ونحن بأستاذ يكون هناك المستوات في المدة أطوال مدة أطوال في المستوات ستسقى كيف يقدر مثلا أنه يوفق الكتب يوفق يوفق لأستاذ عبد الرحمة من التومين وأشكر جميع الحاضرين سؤال لي هو مشكلة في مدارة الرياضيات هو كيفية تفسيط المفاهيم الرياضياتية حسب البنية الإدراكية المتعلمين تقصد بالتوسيل بالنقل الديدكتيفي بعض المرات كانت خدموه في القيسم ونحن كانت خدم بحالة توريغي راسك الدرس لا تستطيع توصل التليد لكشيل خصوص الله وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل صوت الاسموه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل صوت الاسموه؟ هل صوت الاسموه؟ طيبت أشكر الأستاذ عبد الرحمة التوني على المفادر القيمة بالنسبة للمشكل التي تتحه وتدريس الرياضيات في المستوى في التعديم الابتدائي قرى حسن بتجديدة المتوضيها أن تقديم المفاهم الرياضية يصادف أحدث مشاكل ونحن نطالبون بتطبيق مقاربات مقاربة مقاربة كفايات وفي ضل غياب تان مقاربة لوسائل الإضاحة وسائل الإضاحة التي تخدم المفهوم الرياضي فهي شبه من عدمة ليست هناك محاسيب وقبضان أو نقطية ليست هناك كذلك صفائح وحسرطاء وغير ذلك حتى لو كانت تكون واحدة وواحدة لا تكفي للحمل بالمجموعات ونحن مطالبون في مرخلة الطريق والبناء للعمل بالمجموعات قد ذكرت أن العمل بالمجموعات يمتد إلى حصة التدريق والتدريق يعني في غياب هاد هاد الأمور هل سيكون هل سننجح في تقديم المفهوم الرياضي كما يقدم في الدول الأخرى وأنتم تعلمون أن المفهوم الرياضي هو متشابه وكما يتعلمه الطفل كنظيف هو يتعلمه كذلك الطفل المغربي والجزائري والتونسي والفرنسي وغيره يعني هنا هذا المتكافر في الفرص في غياب الوسائل الديتكسيكية والمراجع وشكرا وبارك الله وشكرا 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 السلام عليكم أولا نشكر أستاذنا كريم برحمة تومي على عضي القيم وعلى يعني المستفيد المستفيد على التفاعل مع عدد سؤالي لأن تدخل لأن لأن قبل منهم قريب هناك من الباحثين من يجعل القريدة يعني مغفرنا لبناء طماشر في المستدي ويعني هنا يعني هو يعني جريد المعرفة يعني من من سياقها في المسألة إلى بمعنى التمييز لها مثلا في الجامل مثلا إذا كان الجامل بحر مجموعة مفاصلتين في الطريق فهو يعني تمشون رمزو الأحاب الزعيد إلى غير ذلك وعلى أن هناك يعني من الباحثين آخرين ما يجعلوا الطريق يعني في مرتبة التطبيق يعني يعني في عشرة التطبيقية لهذا هو الاختلاف ثم مسألة أخرى تعلق الاستثمار والتطبيق يعني التطبيق غريبا يعني توظيف الميكانيكي بمفروم يعني كان جلد من يعني من المسألة غريبا يعني تكون هناك عامية ميكانيكية أمام الاستثمار الاستثمار يعني التاجير نحوه يعني توظيف أو المفروم في مسائل ل آآ أرادكم منها هو يعني المساعدة المتعلمة لاستيعاد المفروم وتوظيف حياته العملية هنا سؤال هنا تم توظيفها بالمصطلح الاستثمار خاصة على التطبيق بالاغوجي فيه ما يسمى المجدوزي يعني المصطلح المجدوزي مع الاستثمار يعني آآ لماذا مثلا لا يوجد متوظيف مطاني المجدوزي آآ ثم مسألة تقوين يعني ماذا بنا المفهوم في الرياضيات عجبان يبناء في طروة المسألة كذلك يعني يعني اظن انه كذلك يجب ان انشطة الطبيق وانشطة كذلك يعني آآ التقوين يجب كذلك ان تتمو فيك المسألة لأن مشكلتنا هو ان آآ متعلم إذا نفهم بطائق ميكانيكية سيجيب ولكن في اطار مسألة آآ يعني يعني يجب صعوبة وانتم تعلمون في الرياضيات في في حياتي اليومية فهي عبارة عن مسائل واردكم جزيلا شكرا أستاذ نقيم محيك 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 نائع محيك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دفعة واحدة ولكن نقدمها عبر مراحل عبر دروس مثلا عندما نقدم درس تصنيف الأشياء حسب اللون والشكل والحجم والطول فهنا هذا الدرس يخدم العدد فأنشطة التصنيف والترتيب هي أنشطة تخدم تقديم العدد كذلك درس التواصل حدا بحد فهو درس في المستوى الأول يخدم تقديم العدد لأن في هذا الدرس يقارن التلميذ بين مجموعتين باستعمال تقنية التواصل حد بحد ثم يقارن مجتملتين على عدد من العناصر يصنف مجموعات باستعمال بقدر ويكون أصنافا من مجموعات متقادرة إذن كل هذا مدخل لتقديم الأعداد ومباشر بعد هذا الدرس يبدأ التلميذ في دراسة الأعداد من واحد مثل حسب حسب الكتاب المدرسي فأعطيكم فقط يعني اقتراح لكتاب المدرسي يقدم الأعداد مثلا في البداية من واحد إلى خمسة حسب تقديم منهجي من موحد ثم بعد ذلك يقدم المقارنة والترتيب مقارنة الأعداد من واحد إلى خمسة وترتيبها ثم الأعداد من ستة إلى تسعة ثم المقارنة ثم الأعداد العدد سفر العدد سفر بعد العدد تسعة ومباشرة يدخل إلى العدد عشرة وبعد ذلك الأعداد من حداش إلى خمسين ثم الأعداد من واحد وخمسين إلى تسعة وتسعين ثم كذلك مقارنة هذه العدد نلاحظ بأن الدرس تقديم الأعداد لم يقدم مباشرة في درس واحد ولكن مر بمراحل حتى مثلا تقديم الأعداد تقديم مثلا الجمع في المستوى الأول لا يقدموا بشكل التقنية للإعتياد للجمع ولكن يمروا عبر بعض التقنيات الواسيطة عبر بعض التقنيات الواسيطة ثم يدرس التقنية بالنسبة للتدرج العمودي فهو تدرج عبر المستويات الدراسية أعطيتم فهم المساحة فهم المساحة يدرس في المستويات الثالث ويدرس الرابع والخامس العافره ولكن لا يقدم بأهداف تعلمية يعني تتدرج من حيث الصعوبة تتدرج من حيث التركيب والآخرين إذن مثلا بالنسبة أعطي مثال مثلا بالنسبة لتقديم الفهم الزمن مثلا في المستوى الأول نقدم ترتيب وقائل وحدث متسلسلة قراءة الساعة بدون دقائق نقدم الأيام والفصول ووضع الفهو المستوى الثاني نقدم ربع ونصف الساعة مستوى الثالث قراءة الساعة مستوى الرابع قراءة ساعة الدقائق واثواني مستوى الخامس التحويل إلى الساعات والدقائق والثواني ثم مع السنة البسيطة والسنة الكبيرة والمسيو السادس استعمال أعداد ستينية في حل المساعدة لاحظتم بأن هناك تدرج من سنة إلى أخرى وهو ما يسمى بالتدرج العام بالنسبة لسؤال حول التمثلات عندما تحدثت عن التقويم التشخيصي في الرياضيات فلا أقصد به التمثلات أقصد به بالفعل بعض التعلومات الأساسية التي درسها التلميذ ويعني معلومات تمت مأسستها عندما نتحدث عن التمثلات فربما تكون هذه فهي عبارة عن تصورات ربما تكون غير ممأسسة يعني يكتسب هذا التلميذ بشكل عشوائي من المحيط وربما لا تكون منظمة ربما لا تكون ممأسسة ولكن أنا عندما تحدثت عن التعلمات الأساسية وأركز على الأساسية تحدثت السابقة تحدثت عن تلك التعلمات الممأسسة التي سبق أن تعلمها التلميذ ولا هرطبات بالمفهوم الجديد والتمثلات لا هنا أن في أهميتها بالنسبة للاكتساب المفاهيم التمثلات لها كذلك أدور أساسي أساسي في اكتساب المعارف والمفاهيم فلا بد من أخذها بعين اعتبار في بداية الدرس في بداية الدرس وهذه التمثلات قد تكون تمثلات يعني لها من الصحة يعني لها درجة من الصحة وقد تكون خاطئة إذا كانت لها درجة من الصحة ربما يمكن إغناؤها ولكن في بعض الأحيان تكون تمثلات خاطئة هنا ينبغي تصحيحها بالتعلمات الجديدة الفرق بين الأهداف الإجرائية والهدف التعلوم الأهداف الإجرائية هي أهداف سلوكية سلوكية هي أهداف مرتبطة ببيداغوجيا الأهداف وهي الأهداف السلوكية التي تمتاز بمجموعة من الخصائص من الخصائص مثلا هذه الأهداف ربما تعتمد على يعني لا تهم الطريقة طريقة اكتساب هذه الأهداف ربما يمكن أن نكتسبها حتى من خلال التكرار حتى من خلال المثل والاستجابة حتى من خلال من خلال التعزيز من خلال العقاب من خلال المهم أن نكتسب تلك الأهداف الإجرائية عندما نقول إجرائية فإننا هنا نتحدث عن مجموعة من المستويات من مستويات الأهداف فهي إجرائية لماذا؟ لأنها ترتبط بمجموعة من المستويات هناك الأهداف هناك المرامي هناك الأهداف العامة هناك الأهداف الخاصة هناك الأهداف الإجرائية إلى آخره لهذا فهي تفتيت تلك الأهداف العامة إلى أهداف الخاصة ثم تفتيت تلك الأهداف الخاصة إلى أهداف إجرائية وحتى على مستوى الاكتساب فإن هنا لا معنى للبيداغوجيات الحديثة تفتيت تلك الأهداف الحديثة فهذا لا يهم في الأهداف الإجرائية عندما تحدث عن الهدف التعلمي فالهدف التعلمي هو هدف لا يرتبط بأهداف أخرى بمستويات أهداف أخرى ولكنه يرتبط بكفاية ويعتبر مرحلة من مراحل اكتساب الكفاية ويرتبط كذلك بالقدرات وقلت بأنه يمكن تعرفه بأنه تطبيق قدرة على محتوى يكون موضوع تعلمي وحتى اكتساب هذا الهدف لماذا؟ لأننا ربطناه بالتعلم هدف تعلمي لأن هنا طريقة التعلم وإستراتيجية التعلم هي أساسية في اكتساب الهدف التعلم لا يمكن أن نتحدث عن أي طريقة في اكتساب الهدف التعلمي هنا نتحدث عن الوضعية المشكلة كعنصر أساس في تحقيق الهدف التعلمي نتحدث عن البداغوجيات الحديثة التي تفرض تلك العلاقة بين الأستاذ والمتعلم كإجراءات أساسية بداغوجية أساسية لإكتساب الهدف التعلمي إذن هذا هو الفرق بين المفهومين بالنسبة لسؤال آخر تحدث عن التعلمات الجديدة وعلاقتها بالتعلمات السابقة وقال بأن فقدان المتعلمين التي تلك التعلمات السابقة لا يعينهم بالطبع هذا شيء مفروغ منه فالمتعلم إذا كانت له صعوبة صعوبة في فهم بعض المكتسبات السابقة فسوف يجد صعوبة كذلك في اكتساب التعلمات الجديدة وهذا هو دور التقويم التشخيصي لا تكون تشخيصي في بداية السنة الدراسية لأنه هو أساسي تلك الأسابيع الأولى من التعلم والآن هو بشكل رسمي الآن الوزارة تقترح بشكل رسمي ذلك التقويم وهو ما تسميه بتقويم المستلزامات ما معنى المستلزامات ويدخلوا في هذا الإطار يعني مستلزامات السنة الحالية التعلمات التي ينبغي أن تكون لدى المتعلم ليتمكن من استئناف تعلمه بالنسبة للسنة الحالية ويكون كذلك في بداية كل درس وعملية المعالجة هي أساسية لجعل المتعلم يعني يتحكم في التعلمات السابقة لاستئناف تعلمه الجديد هناك سؤال يتحدث عن التطبيق والاستثمار هذه الحسة وكان السؤال حول هل هذا مقترح أو إجراء واجب فبالطبع هذه المرحلة هي مرحلة أساسية لا يمكن أن نغفل عنها وربما حتى بالنسبة لتلك الكتب المدرسية وحتى بالنسبة للبرامج المنقحة فربما فلا يمكن أن نقول بأنها أغفلت هذه المراحل ولكن هي تدخلها بشكل أو بآخر في المراحل التي تم اقتراحها ولكن هي مرحلة ربما ينبغي أن تخصص لها حسة كاملة وبأهداف واضحة وبأنشطة واضحة حتى نميزها عن التقويم عن أنشطة التقويم وهي ليست اقتراحي أنا ولكن هي اقتراح الأدبيات الطربوية والبيداغوجية والديدكتيكية يعني هذه المرحلة هي مرحلة موجودة ولاحظوا إذا أمشيتوا للأجير أترمان الآن في المستويين الخامس والسدس فهي تتحدث بشكل واضح عن هذه المرحلة الت ýميز هيا لو أكماغي أنشطار ok أنا من دومي مرحلة إ Burger، بين نج Polishترق 真的ميives الحمودة أنشطار فقسة منوشترق مرحلة مسترق هنا بينا جميع المكوينات بينا مكوينة مسترق بينا مكوينة للعgesetzى harassيك . للأكبر , للت reverse وإذا تمعنتم في هذه المنهجية فستجدون أن هذه المرحلة مرحلة التطبيق والاستثمار والاستثمار هي مرحلة في هذا البرنامج كانت واضحة وخصصت لها يعني خص لها وقتاً أساسياً في جميع الدروس بالنسبة لكيف يتبسيط المفاهيم الرياضية وتحدث السؤال عن النقل الديدكتيكي فعملية النقل الديدكتيكي إذن بالطبع هناك مستويات من النقل الديدكتيكي هناك ما يسمى بالنقل المستوى الأول من المعرفة العالمة إلى المعرفة القابلة للتدريس هذا مستوى يعني يمكن أن نجده في الكتب المدرسية في التوجيهات والبرامج الطربوية إلى آخره هذا مستوى يعني لا يتحكم فيه الأستاذ يتحكم فيه ربما من جهات المعنية بالتأريف إلى آخره ولكن هناك مستوى آخر من المعرفة القابلة للتدريس إلى المعرفة المدرسة هذا هو المستوى الذي يتحكم فيه الأستاذ وهنا يتدخل الأستاذ هنا الأستاذ يتدخل في هذا المستوى ليكيف المعرفة حسب خصوصية قسمه حسب خصوصية المتعلمين حسب وسطهم حسب مستواهم الدراسي ولكن تأكدوا بأن حتى هذه المعرفة المدرسة ليست هي المعرفة التي يكتسبها التلميذ كذلك التلميذ له كلمته في هذا النقل الديداكتيك فهو يستوعب فقط ما يناسبه ويستوعب ما هو قادر على استعابه وما يفهمه وما يناسب محطه وما يفهمه إذن هو كذلك يقوم بنقل الديداكتيك من نوع آخر وهنا نتحدث عن المعرفة المكتسبة من طرف المتعلم إذن أردنا أن كرهنا فالمتعلم له كلمته في النهاية وكل متعلم يكتسب حسب قدرته اكتسب متعلمين يعني ليس المتعلمون لا يكتسبون بنفس الشيء كل يكتسب حسب قدرته وحسب ما هو قادر على استعابه وما هو قادر على فهمه هناك سؤال يتحدث عن غياب الوسائل والمعينات الديداكتيكية والمراجع دلائل الأستاذ بالطبع بدون وسائل خاصة في المرحلة الابتدائية طفل في المرحلة الابتدائية هو في مرحلة يكون في مرحلة الطفولة المتوسطة وكذلك في السنتين الخامسة والسجسة يمر إلى مرحلة الطفولة المتأخرة والطفل في هذه المرحلة هو الطفل يؤمن بما هو من المولس يعني ينبغي أن نجعل التلميذ يتعلم باقتراح مجموعة من الأدوات مجموعة من الوسائل مجموعة من المعينات الديداكتيكية إذن لا يمكن أن نعلم طفلا يعني بدون أدوات يعني نعلمه بأشياء مجردة بدون وسائل بدون مناولات بدون مناولات فالمناولات أساسية في هذه المرحلة مرحلة التعليم الابتدائي ولكن الأستاذ هذه هي نصيحة نصيحة يعني الآن كلنا نشتغل بوسائلنا الخاصة كلنا نشتغل بوسائلنا الخاصة أنصحوا إخواني الأساتداء وأخواتي الأستاذات بالعمل على توفير بعض الوسائل بعض الوسائل الأساسية وإشراك المتعلمين في توفير بعض الوسائل مثلا نقول لكم غير تقديم الأعداد تقديم الأعداد بالأشريطة إذن لا بأسا أن نصنع بعض الأشريطة وبعض المربعات وبعض الأشريطة وبعض التقديم الأعداد نصنع جداوي للأعداد يمكن أن نصنع مع المتعلمين بعض المحساب للسيقان إلى آخر بعض الأدوات البسيطة المهم أن لا نترك الأشياء هكذا ولكن نتدخل وهذا فيه أجر عند الله ونحن نتعلم مع أطفال صغار لا بد أن نساعدهم ونعلمهم بشكل المطلوب المشكلة المراجع هو مشكلة لمسناه بشكل كبير في الآوينة الأخيرة دور النشر قامت بتأليف دلائل الأستاذ في السنوات الأولى من التأليف المدرسي ولكن في السنوات الأخيرة لم تعود تطبع هذه الكتب وهذا مشكل كبير يجده الأساتذة هناك كذلك سؤال حول الترييد والتطبيق السؤال يقول أن هناك بعض الباحثين كذلك يربط الترييد بالتطبيق لا أخي أسا المفهوم الترييد يختلف عن المفهوم التطبيق ولكن الذي تقاسمه معك أن الترييد لا يرتبط فقط بالبناء هو يمكن أن نعمل به في مرحلة البناء ولكن كذلك يمكن أن نعمل به في مرحلة التطبيق ولكن لا يعني التطبيق حتى في مرحلة التطبيق فإننا نتعامل مع وضعيات نتعامل مع وضعيات نصية لغوية إذن هذه الوضعيات اللغوية يمكن أن نقوم بترييدها حتى ولو كانت وضعيات للتطبيق فإننا نقوم بترييدها وتمثيلها وقبل أن إيجاد الحل الرياضيات المناسب لها إذن لا نقول بأن الترييد هو التطبيق ولكن التطبيق الترييد عملية يمكن أن نستعين بها في مرحلة التطبيق عند تعاملنا مع وضعيات الاستثمار يعني تلك المسائل النصية اللغوية التي تخترحه يمكن أن نقوم مع المتعلمين بطريدها هناك كذلك سؤال تحدث عن التدرج من التمرين إلى المسائل وأكد على أهمية المسائل ولكن هنا أؤكد على شيء أساسي وهو أن التعامل في مرحلة التطبيق لا بد أن نتعامل مما هو سهل إلى ما هو صعب دائما من البسيط إلى المركب عندما نقترح أنشطة تطبيقية أو حتى أنشطة تقويمية لا بد أن ننطلق مما هو سهل إلى ما هو صعب مما هو بسيط إلى ما هو مركب فهنا في هذا عند حديثنا عن هذه المرحلة فلا بد من أن نميز بين ثلاثة مستلحات توظف في تدريس الرياضيات هي السؤال والتمرين والمسألة كل مفهوم له أهميته في هذه المرحلة السؤال الأساسي كذلك السؤال عند البداغوجيين هو أسلوب يستخدم للحصول على المعلومات أو البيانات أو المعرفة ويمكن اعتباره كذلك مثيرا أو موقفا يحتاج إلى استجابة من المتعلم وتتجلى هذه الاستجابة بنسبة لغيادية في استرجاع قواعد وخاصيات وقوانين إلى آخره إذن كيف يمكن استرجاع بعض القواعد والخاصيات والقوانين من خلال السؤال والسؤال كذلك له أهميته لا بد من طرح سؤال يعني يسترجع تلميذ به بعض القواعد والقوانين ولكن هذا لا يكفي لا بد حتى معرفة القواعد لا تعني بالضرورة أنني أستطيع تطبيق هذه القواعد في تمارين أو وضعيات هناك كذلك التمرين التمرين هو تطبيق عندما أتحدث عن التمرين أبدأ في التطبيق تطبيق روتيني ولكن مباشر لقاعدة يعني لا يرتبط بالسياق عندما أتحدث عن التمرين فإنه لا يرتبط بالسياق هو التطبيق آلي مباشر لقاعدة أو تقنية أو مهارة أو تركيب لكل هذه العناصر وذلك بغرض تثبيتها وترسيخها في الذهن وله كذلك أهميته إذا لاحظوا أننا نمر من البسيط إلى الصعب السؤال أسهل من التمرين والتمرين أصعب من السؤال والتمرين هو يعني بسات ليس مركب ولكن نمر إلى المسألة المسألة التي هي أساسية المسألة بشكل عام هي وضعية وضعية جديدة ذات هدف تطلب القيم بمجموعة من الأفعال والعمليات وبناء مصار خاص حقيقي لتحقيق الهدف من التعلم وفي هذه الحالة لا يكون الحل جاهزا على الفور بل يتعين بنائه لأن حل مسألة الطلاب مسارا مسارا لا سبحانا للسؤال فهي تتميز بالتركيب لهذا فلابد من المرور من السؤال إلى التمرين إلى المسألة فلهذا لا نقدم المسألة يعني مسألة التلميذ يعني في الوهلة الأولى فالتمارين التي نقدمها لابد أن يعني تمر من بعض التمارين إلى المسائل إذن هذا تدرج يمكن أن نتبنى هذا التدرج في اقتراح الأنشطة الخاصة بالتطبيق وحتى الأنشطة الخاصة بالتقويم إذن بهذا أكون قد أجبت على ما أظن على كل الأسئلة وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله في العمل وفي الحياة بصفة عامة ونلتقي مجددا في الأسبوع المقبل يعني سوف أقترح عليكم الجزء الثاني من هذه من هذه الحصة وستكون حصة إجرائية مئة في المئة يعني من خلال اقتراحي يعني لما ما درسناه اليوم ما رأيناه اليوم سوف نطبقه في درس إجرائي إن شاء الله وإلى ذلك الحين يعني أتمنى لكم يعني الصحة والعافية والتوفيق والنجاح إن شاء الله إليك الخط أستاذ جزك الله خيرا على هذه التوضيحات زادك الله علما وبرك فيك ولك برك في رفتك وصحتك وأثابك على مجهوداتك في سبيل النشر العلمي والمعرفة فقط إشارة نستسمح يعني من الذين بقيت لديهم بعض أسئلة العالقة يمكن تأجيلها حضورنا الكريم إلى الحسة المقبلة كما وعدنا محادرنا اليوم فتكون إن شاء الله الجمعة المقبلة الحسة الثانية من هذه المكوين الرياضية إشارة فقط أنه يمكن خلال هذه فترة